انظروا لا ماء في هذه العبوات البليستيكية لا مكان للحماية والاسترخاء في بيوت من القش الثعابين والحشرات لها نصيب من هذا المكان الأطفال هنا وسط حالة من الرعب والخوف ونظر إلى حال كل يوم ويومين نجد من التعابين ومن العكارف ما يخيفونه يخيف أولادي هؤلاء هم نازح محافظة الحديدة يعيش النازحون هنا في أماكن تفتقر إلى أبسط الاحتياجات الأساسية تتضاعف حالاتهم باستمرار دون الالتفات إلى وضعهم الراهن وأغلبهم يقضون أيامهم تحت القصف تارة وتحت الحصار تارة أخرى المدينة الاستراتيجية التي دفعت ثمنا قاسيا بسبب الحرب باتت مقسمة بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية في المقابل لا يكاد يمر يوم دون تسجيل خروق الوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين ما يجعل سكانها معرضين للنزوح والجوع والمرض الأمم المتحدة قالت إن أكثر من مليون شخص نزح من الحديدة جراء الحرب وتم تعطيل أعداد كبيرة من المنشآت والمصالح التي يعتمد عليها أغلب السكان في دخلهم اليومي تراجعت أيضا فرص الصياطين وفقد العديد من الأهالي مصادر دخلهم نتيجة الأضرار التي لحقت بالحركة التجارية والصناعية الجدير بالذكر أن الحديدة رغم واقعها العسكري وموقعها الاستراتيجي إلا أن اهتمام المجتمع الدولي لم يسفر عن حلول واقعية وارتضى بأن تبقى مجرد ساحة لمواجهات كر وفر